نوبايل من اوبو من سنة 2 اشتري جديد او اشتري مستعمل ولو اشتريته جديد هيبجى مناسب لي او اشتريته مناسب لي او اشتريته مناسب لي او احسن والنهاردة مع الارتباع الى اصرح لفقه ديه اشتري مباراة بلاتها جديدة او اشتريه مستعمل كل ده واكتر انا اعرابه فيه النهاردة مع اوبو رينو 6 ومقارنه الاساسي اللي هو السامسونج 52 اس فهو مين الافضاء فيهم ده ولا ده اللي هو الفرق عنده على خمس تلاف جنيه في المستعمل ثلاثة في المجديد خمسة تعال نشوف الامكانات بتاعت النوبايل ده ولا يستحق الشراء يستعمل ولا جديد واو ما يستحق الشراء خالص ونرميه ونروق ادماغنا يلا بينا ولكن قبل ما نبدأ يلا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ فيديونا الجميل اول حاجة بنبدأ بالتصميم الجامد ده تصميم بصراحة من افضل تصميمات اوبو اللي هي وصلتنا حتى الان اقول لك ليه وصح معي كلمة اقول لك ليه ده اولا تصميم مصنفر حاجة فور خراف هو بلاستي ولكن مصنفر بشكل جميل بالاخر طيب فريم الامونيو حاجة ممتازة يعني طب بعدين كاميرات شكل الكاميرات الممتاز في سلسلة الرينو من الاول الرينو فور لرينو سيكس موجود في نفس تصميم الكاميرات ده يعني مش مختلف حاجة ممتازة جدا مع اربع كاميرات لو قلنا اربعة وستين التانية تمانية اتنين اتنين ممتاز هنوصل لها دلوقتي التجربة دي اربعة واربعين هنوصل لها اصبر اه مستعجل انت دايما خلينا نخش بقى ونشوف الكاميرات يلا 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 هنا الكاميرات اربعة وستين وتمانية واتنين واتنين دول اربع كاميرات بتاعتنا سيك بقى من الاركام تيت احنا قلنا مش عايزين اركام بص على التجربة خش وشوف التجربة كده او تامك عشيش اهيات فور كي ده تصوير الفيديو هات الف وتمانين برضو في تصوير الفيديو هات سبعمائة وعشرين في تصوير الفيديو هات توصل الفور كيه انجز انجز وكلام وخلصنا هسيبك كم ثانية كده تسمع التصوير الفيديو هات سمعت التصوير الفيديو هات سمعت تصوير الفيديو هات دعنا نشوف الكاميرا الامية كاميرا الامية هاي جميلة خالص في الجامل مش في المص اغلطت اغلطت ما تركزش معايا في الجامل اربعة واربعين ميجا بيكسل كاميرا الامية في الفئة اللي هي فيها مش موجودة مش موجودة حرفية اوصل لك اجيلة مش موجودة طب وبعدين هنوصل لي ديني صور خد صورة قدمك عشيش وده زي ما انت شايف كده فيديو بالكاميرا الامامية بتاعته من غير اي اضاة خالص تقريبا اضاة كل مفصولة هيت فيش اي اضاة نهائي فصل كل الاضاة دي بالاضاة بتاعت الجهاز نفسه شوفت الصور ممتازة جدا هو تصوير ممتاز لما تقرنها بالسامسونج 52 اس اللي قولنا عليه فأقول لأ تصوير جامد جامد شوف انا بقول لك ايه جامد يعني تصوير ممتاز جدا ولكن عشان نبقى هاي مش نصدم دكا اه شاشة امل اتعدل ولكن يعني عشان مش بيقى مع بعض برده ونسلمش عط الجهازين مع بعض تشتري الجهازين كده او رح المحل وانت بتشتري وحط الجهازين مع بعض وستخدمه مش هتلاقي فرق خالص فهم كده تلاقي بيتغلب كمان لان نصف تورقوف ومسف تورقات ومستقرة وسامسونج ممتازة 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 بصور الكاميراتين الفئة اللي هم فيها لما تتكررن باي جهاز هي الفئة اللي هي فيها فلأ تسوي ممتاز جدا يعني مثلا الجهاز ده لابدك يجيبه مستعمل فيبقى فرق عن اتنين وخمسين اس تلات تلاف جنيه هتجيبه جديد فرق خمس تلاف جنيه فلأ بيح كويس ولكن عشان ابقى صريح معاك وانت نصف الفيديو كده يا معلم ايه هو ايه هو ايه هو اقول اقول لك يا عم بس انت عملت لايك شايفك كده سرحان ومعملتش لايك ومستمت على الاخر ادينا لايك يا عم يا عم ادينا لايك ولما مشترك تشترك وتعامنا يا عم طيب خلينا نتكلم الجهاز ده هتجيبه جديد فاسلك منه هتلاقي فيه افضل منه جديد في السعر هتجيبه مستعمل لا افضل حاجة مستعملة في السعر اللي هو فيه ده بلا مناسع بجد ما تفكرش في اللي تحته ولا اللي فوق ده بلا مناسع لو تزود الف دنين لما توصل الجهاز ده وهقول لك على السعر المستعمل الجديد بالنسبة لنقطة الاداع نقطة الاداع هنا المعالج سناب دراجون سبعمية وعشرين جيل معالج موجود من سلسلتر رينو فور لرينو فايف لرينو سيكس لا يوجد اختلاف ولكن معالج ممتاز جدا بيدي لك اداع رهيب ثلاثة في الشاشة زي ما انت شايف قدامك حاجة فوق الممتاز الشاشة ممتازة هي حتى لو حابتت بص حاجة ممتازة خالص ثلاثة وسرعة رهيبة جدا في الألعاب نفس الكلام ثلاثة كويسة جدا لو حابت اعمل له تجربة ببجي اكتبوا لي في الكومنت وهنا اعمل لك تجربة ببجي نوصل بقى للنقطة اللي ممكن ينزعل اغلابكم منك ايهي البطارية البطارية مالها سيبنا الموبايل كده وكلنا في البطارية بطارية هنا كاملة 4310 ميلي امبيل بطارية هتلعب متواصل باضاءة عالية خالص ساعتين وهتروح باضاء مدوسطة اضاءة كويسة خمس ساعات هتفضل معك البطارية ومكاملة طيب بقى يا معلم انت استعمالك عالية دي بسيط كويس بالدنيا تمام شوية تليجرام شوية بيسبوك انستا مش عاربة شغل السوشال ميديا والحادات الحلوة دي الموبايل ممكن يقعد معك يوم ممكن يقعد معك يومين كمان لو انت استعمالك خفيف مش اضاع عالي حاجة هتوعد معك واتكمل كله على الحسب استعمالك واستلاجك للبطارية والبطاريات كويسة جدا هي اربع تلاف هوا ممكن يتأثر مع الناس اللي هي بتستعمل الخمس تلاف والستة تلاف والخمس تلاف ونصف ولكن ممكن ما تقتربش معك لان الموبايل من افضل موبايلات اللي بنزلتها افضل اعزروني اعزروني وصلنا بقى للمحطة الاخيرة وهي السعر السعر هنا كام سعر السعر مستعمل مع الكارتون بتاعته زي ما انت شايفوا فقط مكده مع الشحن بتاعه وما تشتريش اي حاجه من فأق متوسطة من غير كارتونه الفلاكشب بس اللي تشتريه من غير كارتونه اللي بيجيلك استراد وغير كده لو مكنش استراد ما تشتريه شوف الفاتورة بتاعت المحل قبل ما تشتريه فقط فاتورة من المحل قبل ما تشتريه بكام سعره الموبايل ده بالحال اللي ده شايفة دي كل حاجه كده عامل ست تلاف وكمسمائة جنيه وقلت تشتريه من بعض المحلات بستة الاسر المحل اللي هيبيعه هو زن بس او مش هيقيل عن ستة ونص الجديد موجود على امازون ب 9500 جنيه يعني فرق 3000 جنيه فلا مستعمل تشتري ده جديد رميه على ضل في الاسدال وشيلك حتى تاني هتلاقي فضيات احنا نعمل لها كابل كده ارجع وشوف التضيات و هتلاقي الجديد منه مستعمل ما تجيبش ده جديد ما تجيبش ده مستعمل حده في الستة ونص حده ما ترعش الى التسعة ونص تسعة ده ونص مبالات افضل منه بكتير جدا بكتير جدا بجد طيب سامسوك اتن وخمسين اس اللي هو المقرن اللي هتكرنت معي التشتري جديد 15 ألف تشتري مستعمل ب 9.5 وليه نفس الامكانيات تقريبا مع هم ماليتين ما زي بعض مع مبالات بسيطة خالص ولو حطوط الجهازين مع بعض مش هتحس بالاختراف فالص فالقد كويس فالص مع النسخة التمانية والمئة تمانية وعشرين الموبايل من الطبعات اللي لمدة فترة طويلة جدا فهو كان موبايل ممتاز جدا واكتر موبايل من فترة اخيرة ده رشعت بالسارة بتاعه ده بالفئة المتوسطة بالموبايلات المستعملة ده الموبايل ده غير كده ما تشتريش ويل روب ويلين وفايف كمان فلكن يعني لما نزلت المحلات لقيم فرق بين ديو ده حوالي 200 جنيه فلا ده افضل منه لو عملتش لايك بقى ادينا لايك لو حبيت تدعمنا بقى بالاشتراك الاشتراك ما انا لا تصبح شغال على حاج حبيت تديني الاشتراك وعجبك المحتوى ادينا للاشتراك عشان شفنا تاني والسلام يا وحش